أهلا بكم من جديد في العراق أثار تصريح رئيس الوزراء حيدر العبادي الالتزام بالعقوبات الأمريكية ضد إيران أثار جدلا واسعا في الساحة السياسية قادة في بعض الكتل السياسية عبروا عن رفضهم هذه التصريحات معلنين دعمهم الكامل للجمهورية الإسلامية بينما عد آخرون مصلحة العراق فوق الولاء لإيران بعد ساعات على فرض العقوبات الأمريكية على إيران لم يتردد رئيس الحكومة حيدر العبادي في الإعلان عن التزامه بتطبيقها نحن لا نتعاطف مع العقوبات ولا نتفعل إياها بصراحة ولا أيضا نعتبرها صحيحة نعتبرها خطأ جوالي وستراتيجي ولكن نلتزم لحماية شعبنا الضر ولم يمر وقت طويل على الإعلان حتى أصدرت وزارة الخارجية بيانا تستنكر فيه تطبيق العقوبات على طهران أما رئيس الجمهورية فؤاد معصوم فوصف فرض العقوبات بأنه صعب وطالب نائبه نور المالك حكومة العبادي ألا يكون العراق طرفا في تطبيق العقوبات جملة التصريحات والبيانات كشفت انقسام المشهد الحكومي العراقي إلى معسكرين متعارضين أحدهما يؤيد واشنطن والآخر يؤيد إيران نعتقد أن رئيس اللزراء السيد حيدر العبادي كان متعجل في قراره وكان المفروض أن يأخذ على الأقل رأي مجلس اللزراء في ذلك فهو لم يستشر أحدا قط لا رئيس الجمهورية ولا نواب رئيس الجمهورية ولا مجلس اللزراء ولا الكتل السياسية ولذلك كان القرار المتعجل كرد فعل سرعان ما شجبته الكثير من الأحزاب والقيادات السياسية معسكر الرافضين لتطبيق العقوبات توسع ليشمل غالبية الأحزاب الشيعية بما في ذلك حزب الدعوة الذي أوصل العبادي إلى سدة الحكم وكذلك فصائل الحجد الشعبي التي باتت تمتلك أكثر من أربعين مقعدا في البرلمان الجديد وهو ما يعكس ثقل إيران داخل المشهد السياسي العراقي إيران لديها أحزاب ولديها كيانات سياسية كبيرة مسلحة وفصائل مسلحة واقتصاد قوي داخل العراق وبإمكانها إحراج حكومة العبادية التي لم يتبقى على فترتها غير فترة قصيرة ربما شهرين ولهذا السبب إيران هي الجانب الأقوى في هذه المعادلة داخل العراق الأحزاب السنية آثرت التزام الصمت أما كرديا فقد أكد رئيس حكومة إقليم كردستان جيرفان بارزاني أن موقف الإقليم الشمالي سيكون في إطار الموقف العراقي لكن اللافت أن أغلب الساسة العراقيين لا يخفون خلف الكواليس أو في العلن قلقهم من أن تستخدم جارة الشرقية أوراقها الكثيرة في العراق للتأثير على المعادلة السياسية والأمنية غير المستقرة وتزيد من تعقيدات تشكيل الحكومة المقبلة التي يبدو أن حضوظ العباد في ولاية ثانية سيصطدم بذيتو إيراني هذه المرة طارق مهر التلفزيون العربي بغداد وللمزيد ينظم إلينا من عمان الدكتور عادل الأشرم الباحث والمحلل السياسي مرحبا بك سيد الأشرم بداية ماذا تعكس هذه الهجمة الشرسة على رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي كثيرون رأوا فيها ربما عكاسا لقوة ونفوذ إيران في العراق أكثر حتى من قوة العبادي نفسها وهو رئيس الوزراء مساء الخير لكم جميعا حقيقة لا أحد ينكر أو لا نستطيع أن ننكر أن العراق يمثل الجبهة الرئيسية للإيرانيين في ما يعرف باسم التوسع الإيراني عبر المناطق الإقليمية أو عبر دول بعينها ضمن المحيط أو أنها قريبة من الحدود الإيرانية أو حتى بعيدة نوعا ما وبالتالي مرحلة المنافسة التي أعقبت مرحلة التوافق ما بين الولايات المتحدة والإيرانيين بعد عام 2003 وبعد غزو العراق يبدو أنها أوشكت على الانتهاء هناك نهاية لحالة اتفاق سادة المشهد هناك صراع مستقبلي ينذر أن يتحول إلى خندق مواجهة يكون العراق فيها الحرب الرئيسية في هذه المواجهة المعضل الموجودة في العراق أن التشبث الإيراني أو أن النفوذ الإيراني التغلغ الإيراني وصل إلى مدى كبير وخطير بحيث أصبح من الصعب على الأمتحدة أن تخترق هذا النفوذ على الأقل في الفترة المنظورة ضمن السيناريو المعد الذي يعتمد على دوافع اقتصادية ثم سياسية ويوازيها تحرك عسكري إن استدعت الضرور لذلك لذلك ما تشهده الساحة العراقية هي أن السيد العبادي بضمن كتلته أو بضمن بوتقته السياسية التي أوصلته إلى هذا المركز هو الآن في وضع لا يحسد عليه فمن جهة هو محسوب على بالحديث عن هذه النقطة بالحديث عن هذه النقطة إيران قالت وصفت العبادي بأنه رجل الغرب في العراق ماذا يعني ذلك برأيك؟ هل هي ربما تعمل على عدم توليه رئاسة الحكومة مرة ثانية وفتح المجال أمام المقربين منها؟ نور المالكي مثلا بلا أدنى شك أن إيران تدفع بشخصيات أكثر ولاعا لها أو أكثر تقربا بعدما أن رأت أن السيد العبادي يحسب على المحور الغربي الذي تتزعمها الأولئة المتحدة وأن الأولئة المتحدة تدفع بثقلها بأن تعيد انتخاب العبادي لولاية ثانية لذلك هي تحاول أن تسبق الأحداث وحتى السيد العبادي لا يملك تلك المقدرة السحرية على أن يواجه النفوذ الإيراني ولكن يحاول أن يلعب على الحفلين في سبيل أن يصل إلى ولاية ثانية مقابل أن يعمل خلف الكواليس مع القوى الضاقطة التي هي قوية نوعا ما وهي محسوبة على الخط الإيراني لذلك محاولة إعطاء صورة على أن العبادي هو رجل الغرب أو أنه محسوب على الغرب لا أعتقد أنها حقيقية إلا في المدى المكشوف لنا كإعلامين أو متابعين من خلال ما نراه من وقاع معلنة أما ما نراه من وقاع خلف الكواليس فأعتقد أن البوصلة في غير ذلك فلا العبادي ولا أي شخصية محسوبة على المحور الشيعي ضمن العملية السياسية تستطيع أن تتمرد على النفوذ الإيراني أو تستطيع أن تواجه ما تمتلك إيران من قوة موجودة على الأرض ولكن هي كلها مناورات سياسية نعم قلت أن العبادي في موقف لا يحصد عليه هو اليوم يقف وحيدا تقريبا حزب الدعوة الذي ينتمي إليه هاجمه الحجد الشعبي وصفه بالخائن وكل الأحزاب الشيعية على الأقل هاجمتها من يقف مع العبادي اليوم قلت لك بأمانة أن السيد العبادي وحيدا ولكنه في المعلن أما في الخفيفة هو ضمن خندقة أما أننا نقول أنه محسوب على الأمريكان ولا تملك الإدارة الأمريكية قوة ولا مقدرة على الأقل سياسية ضمن الدستور الذي أسنته والذي سمحت به الأولادة المتحدة بنفسها هي الآن أيضا في معضلة أنها لا تستطيع أن تهيئ أو تؤهل السيد العبادي مرة أخرى في ظل تلك التحقيدات وفي ظل وجود معارضة علنية من أطراف مؤثرة في العملية السياسية حتى ضمن العملية التي شابهت تزوير الفاضح والذي دفعت بها الإدارة الأمريكية وباركت لها مع إيران ضمن التوافق الآن يختلفون أما أن سيد العبادي يملك مقدرة لا أعتقد أنه سيبقى وحيدا حتى الأطراف الأخرى وللأطراف الكردية نعم ولكن هل مصير العبادي اليوم هو بيد إيران أليس هو ربما بيد الداخل العراقي بيد العراقيين السيد الصدر أم على العبادي 15 يوما لتلبية مطالب المتظاهرين وإلا فأنه لن يؤيده في تولي رئاس الحكومة مجددا هل ليس العبادي اليوم رهن ما يحدث اليوم داخليا في العراق من اضطرابات واحتجاجات وتراجع الوضع الاجتماعي والاقتصادي وحتى الأمني أنا أقول لك بأمان أن السيد العبادي وضع ككبش فداء لجميع البنية السياسية بجميع أطرافها حتى الأطراف المختلفة فيما بينها دفعت بهذه الشخصية لأن تكون في الواجهة لقاء أن تعمل ضمن محاولة تشريع أمام العالم كله أن هناك حكومة شرعية وأنها تمارس نوعا من الاعتدال في مواقفها على الأقل ما بين الأطراف المختلفة المؤثرة في الشأن العراقي ولكن هذا لا يستمر إلى فترة طويلة أعتقد أنه وصل إلى المحط السيد العبادي مهما ملك من التأثير أو ملك من الدعم الغربي الذي تزعمل على المتحدة أو بعض الأطراف العربية لا يستطيع أن يواجه القوة الإيرانية المهيمنة على الأقل الموجودة ضمن البنية السياسية أو ضمن حتى المقاعدة البرلمانية أما خلافه مع الصدر فأعتقد أنه أيضا يدخل في مصب المصلحة المتبادلة للطرفين فكل طرف يسعى لأن يكون له نصيب الأسد في العملية السياسية المقبلة في شكل الحكومة المقبلة أما الأطراف التي تتمحور خارج البنية الجمعية للتحالف الوضن المعروف بالتحالف الشيعي فلا تملك أيضا قوة سحرية رغم أن هناك نفوذ غربي وأمريكي يمارس عليها حتى الأكراد هم منقسمين ما بين طرف معيد لإيران وطرف معيد للغرب أما الطرف السني فلا يملك آلة تنفيذية أمام هذه المحاور شكرا جزيلا لك الدكتور عادل الأشرم المحلل السياسي كنت معنا من عمان